تحية لكم متابعين الأفاضل في الحلقة الماضية تحدثنا عن مفهوم الأحرف السبع في القرآن وعلاقتها بالنصوص المقدسة السابقة خرجنا بنتيجة مفادها أن علماء الإسلام احتاروا في تحديد مفهوم الأحرف السبع واختلفوا فيما بينهم على ما يناهز الخمسة وثلاثين قولا وبالرجوع إلى حيثية ظهورها أيام الرسول على إطر إقراره قراءات مختلفة لبعض الصحابة كعمر بن الخطاب وهشام بن حاكيم تبين لنا أن هذه القراءات المختلفة ليست بحسب النطق فقط وإنما تعداها للرسم أيضا وبالتالي طرص صنعاء يعتبر شاهدا على هذه الظاهرة التي ربما تكون إحدى هذه القراءات وافق عليها الرسول رغم اختلافها ثم وضحنا أنها لا تخالف المعنى الإجمالي للنص ولكن فقط تيسير لما كان عليه الأصل في الكتب السابقة إلى لسان عربي مبين أما القراءات السبع للقرآن فهي القراءات المختلفة التي قرأ بها قراء مشهود لهم بالكفاءة والشهرة في المدارس الخمسة للأمصار التي بعث إليها الخليفة عثمان بن عفان نسخا من مصحف الإمام بحسب الرواية الإسلامية والسؤال المطروح كيف ظهرت هذه القراءات وهل توقفت عند هذا العدد أم تعداها إلى أرقام أخرى قبل أن نرد على السؤالين يجب تنبيه مرة أخرى على كون اختلاف القراءات أيام الرسول بين الصحابة أنتجت لنا ما يسمى بالأحرف سبعة ولولا فطنة عمر بن الخطاب لما علمنا بوجود مثل هذه الأحرف أما القراءات السبع فسببها اختلاف القراءات لمصاحف الأمصار في عصر عثمان بن عفان كما قلنا والرواية الإسلامية عفوا تقول بأن الجمع الأول للقرآن كان أيام الخليفة أبو بكر بإلحاح من عمر بن الخطاب وذلك بسبب موت بعض حفظة القرآن أثناء حروب الردة بحسب الرواية الإسلامية وهو تعليل ابن الخطاب خوفا من ضياع القرآن بموت كل حفظته فأمر الخليفة أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن من الصحابة شريطة أن تكون كل آية أو مقطع مكتوب على المواد البدائية التي كتب عليها القرآن في المرحلة الأولى كالعظام والعسب والرقاع بالإضافة إلى وجود شاهدين عدلين سمع هذا المقطع أو هذه الآية من الرسول نفسه وتفيد الرواية أن كل الآيات التي جمعها زيد استوفت هذه الشروط باستثناء المقطع الأخير من صورة التوبة الآية 128 إلى الآية 129 التي كانت عند صحابي واحد دون غيره وهذا الصحابي هو خزيم بن ثابت ولتبرير هذا الاستثناء قيل عن خزيمة أن الرسول شهد له بالقول بين قوسين من شهد له خزيمة فحسبه بمعنى أن شهادة خزيمة تكفي وتعادل أكثر من شخص فجمع من القرآن ما استطاع زيد بن ثابت جمعه في صحف مفرقة سميت بصحف حفصة وبعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب بقيت كإرث لابنته وزوجة الرسول حفصة إذن إلحاح عمر بن الخطاب على جمع القرآن إذا سلمنا بصحة الرواية معناه أن الرسول قبل موته لم يأمر أحدا بجمعه في مصحف رغم الحروب الكثيرة التي خاضها هو وأصحابه ضد أعدائه وقد كان من المحتمل أن يستشهد هو نفسه في هذه المعارك كما أن الرواية لم تقدم لنا أسماء هؤلاء الصحابة من حفظة القرآن الذين قتلوا في معارك حروب الردة سوى سالم مولى أبي حذيفة واهتمام عمر بن الخطاب الشديد بالأمر يفيد أن عددا كبيرا من الحفظ قتلوا في هذه الحروب الداخلية لقد جمعت صحف وقتل عمر وتولى عثمان بن عفان الخلافة ولكن هذا الجمع لم يحل الإشكال بل زاد في الطين بلع اعتراض العديد من الصحابة على ما قام به زيد بن تابت رغم صعوبته فمنهم من طعن في كفاءة زيد وخلفيته كعبد الله بن مسعود ومنهم من اكتفى بتدوين القرآن حسب حفظه ومعرفته كأبي بن كعب ومنهم من دونه بحسب الترتيب الزمني لآياته ما يسمى عند الشيوخ بأسباب النزول كعلي بن أبي الطالب ومنهم من دونه بحسب قربه من الرسول كعائشة أم المؤمنين وهكذا ظهرت العديد من المصاحف على الساحة وكلها تختلف فيما بينها ليس فقط على مستوى الأحرف السبعة بل حتى على قبول صورة أو رفضها كما جاء عن عبد الله بن مسعود الذي رفض قبول صورة الفاتحة والفلق والناس باعتبار الفاتحة دعاء يقال قبل أن يعمل أو قبل أي عمل وعلى رأسها كتابة وقراءة القرآن أما صورتي الفلق والناس واعتبرها ابن مسعود مجرد تعويدة لطرد الشرد والحسد إذن ظهور هذه المصاحف في عصر عثمان يفيد أن القرآن لم يكن محسوما في أمره بل ترك لاجتهاد الصحابة كل واحد حسب قدرته المعرفية هذه الحالة أربكت المسلمين فيما بينهم فأي مصحف يجب اتباع قراءته لقد زاد الوضع تأزما برفع الجنود السيوف في وجه بعضهم البعض وذلك بقبول هذا المصحف أو ذاك بما استدعى تدخل الخليفة عثمان بنفسه لحل هذه الأزمة فأمر زيد بن ثابت بجمع القرآن مرة أخرى على رأس لجنة اختيرت لهذا الغرض وبدأ بجمع المصحف الرسمي للدولة بإشراف عام من الخليفة ولهذا سمي هذا المصحف بمصحف عثمان بن عفان الذي أمر بحرق بقية المصاحف فنحن دائما في إطار ما قدمته الرواية الإسلامية فيما يخص جمع القرآن إذن المسألة السياسية لوقف الصراع القائم بين الصحابة في مسألة جمع القرآن وليس مهما إن كان مصحف ابن مسعود أو علي بن أبي طالب أو عائشة أو غيرهم هو الصحيح المهم هو استتاب الأمن فبعد هذا التدخل المباشر من طرف الخليفة عثمان دون المصحف الرسمي وأعطي له اسم مصحف الإمام الذي يجب على الجميع انتباعه ثم قامت اللجنة بنسخ هذا المصحف ووزعت نسخه على الأمصار وهي كالتالي مصحف دمشق مصحف البصرة مصحف الكوفة مصحف مكة مصحف المدينة وقيل كذلك مصحف لليمن وآخر للبحرين وبما أن اليمن والبحرين لم تنشأ بهم مدارس لقراءة القرآن كسابقاتها فمن المستبعد أن يكون الخليفة قد أرسل مصاحف لليمن والبحرين لماذا نطرح هذا الموضوع؟ لأننا سوف نجد مدارس للقراءات المختلفة في هذه الأمصار دون غيرها وللتوضيح هذه المسألة والتعريف بهذه المدارس الخمسة وكيف ظهرت تابعونا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء تابعونا في الحلقة المدارس للقراءات المترجم للقراءات المترجم للقراءات المترجم للقراءة